موسيقى العاهل المغربي يوجه رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤكد فيها أن المملكة تضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة الصحراء المغربية ويبلغون عقادة دورة الحاضية والعشرين للجنة القدس قريبا بالمغرب دوليا قبل أيام على مغادرته البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصدر قرارا جديدا بالعفو عن 26 شخصا بينهم اثنان من مستشاريه ووالد كوشنر ونواب بارزون ينتقدون القرار وفي النشرة أيضا تتابعون الاتحاد البيضاوي يفوز على ضيفه إيساي البنيني بأربعة أهداف دون مقابل برسم ذهاب دوري الثاني وثلاثين من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم مشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة كافان كالتيفي بتنجع وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر فيها عن ارتياحه لمضامين الاتصال الهاتفي الهام الذي أجره معه في عاشر ديسمبر الجاري وما طبعه من حوار مثمر وتفاعل متبادل حول موقف المملكة المغربية الثابت من القضية الفلسطينية والتزامها الدائم والموصول بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وقد جدد الملك في هذه الرسالة التأكيد على ثبات الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينية تأسيسا على حل الدولتين المتوافق عليه دوليا المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية قال العاهل المغربي في رسالته إلى الرئيس عباس مضيفا أن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربية الصحراء لن يكون أبدا لا اليوم ولا في المستقبل على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة من هذا المنطلق وتماشيا مع ما تم الاتفاق عليه بين القائدين أبلغ العاهل المغربي الرئيس محمود عباس بأنه سيتم قريبا دعوة لجنة القدس للاجتماع في دورتها الواحدة والعشرين بالمملكة المغربية للانكباب على دراسة السبول الكفيلة بتعزيز الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف والإسهام في حصانة حرمة معالمها التاريخية والحضارية ورمزيتها الروحية وهويتها الدينية نبقى في المغرب مشاهدين ونفتح الآن ملف جائحة كورونا حيث دخلت مساء أمس حيز التنفيذ إجراءات احترازية جديدة أعلنت عنها الحكومة المغربية تنضاف إلى الاحترازات المعلنة منذ ظهور الجائحة بالمملكة وستسري لمدة ثلاثة أسبوع وتأتي هذه الإجراءات الجديدة بالتزامن مع اقتراب نهاية السنة ومطلع سنة أخرى وكل ما يرافقها من احتفالات وحفلات خاصة أو عامة وأيضا ظهور طفرة جديدة للفيروس نتابع هذا التقرير لثري الحسان أيام قليلة تفصلنا على رأس سنة الميلادية ومع ظهور سلالة جديدة من فيروس كوفي 19 كان نبد من اتخاذ إجراءات احترازية في مواجهة الوباء الإجراءات التي قررتها الحكومة المغربية بناء على توصية اللجنة العلمية والتقنية دخلت حيزة تنفيذ ابتداء من يوم أمس الأربعاء على ساعة التاسعة ليلاً ولمدة ثلاثة أسابيع الإجراءات تشمل إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى على ساعة الثامنة مساء مع حضر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يومياً من ساعة التاسعة ليلاً إلى ساعة السادسة صباحاً باستثناء الحالات الخاصة ثم منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة والإغلاق الكلي للمطاعم طيلة ثلاثة أسابيع بكل من مدن الضربيضاء مراكش وأجدير وطنجة مع الإبقاء على جميع التدابير للاحترازية المعلن عنها سابقاً الحكومة دعت المواطنين والمواطنات إلى الاستمرار في التقيد بالتدابير والإجراءات الضرورية للتصدي لفيروس كورونا في جديد الوضعية الوبائية بالمغرب أعلنت وزارة الصحة مساء أمس تسجيل 2566 عصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كما أعلنت عن تعافي 2970 حالة شفاء و56 حالة وفاة وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة وأوضحت وزارة الصحة في نشرة كورونا اليومية أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى أربعمائة وثلاثة وعشرين ألفا ومائتين وأربع عشرة حالة بينما ارتفع مجموع حالة الشفاء التام إلى ثلاثمائة وخمسة وثمانين ألفا وثمانمائة وخمس وتسعين حالة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى سبعة ألاف وخمس وتسعين حالة وفاة على صعيد آخر تمكنت عناصر الأمن الوطني بتنصيق مع مصالح الجمارك بمعبر القرقرات جنوب مدينة الداخلة مساء أمسي تمكنت من إحباط تهريب طنين وستة وثمانين كيلوغراما من مخدر الشيرة على متن شاحنة للنقل الدولي كانت متوجهة نحو إحدى الدول الأفريقية وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات المراقبة الحدودية وعمليات التفتيش مكنت من ضبط شحنات المخدرات المحجوزة مخبأة داخل شحنة من منتجات السمك المجمدة كانت على متن مقطورة الشاحنة المسجلة بالمغرب في حين أصفر البحث عن توقف سائق الشاحنة البالغ من العمر اثنتين وخمسين سنة نستهل مشاهدين الملفة الدولية من المملكة المتحدة البريطانية حيث أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن بلاده رصدت سلالة جديدة ثانية من فيروس كورونا المستجد أصيب بها أشخاص قادمون من جنوب أفريقيا وقال هانكوك إن السلالة الثانية أسرع عدوى على ما يبدو وتشكل مصدر قلق كبير لأنها تحورت أكثر من السلالة الأولى التي قام أو التي تم اكتشافها قبل أيام وعلى إثر هذه التطورات قالت وزارة النقل البريطانية في بيان إن المسافرين القادمين من جنوب أفريقيا لم يتمكنوا من دخول إنجليترا باستثناء البريطانيين والإيرلنديين وكذلك حامل التأشيرات والمقيمين الدائمين وينطبق هذا الإجراء أيضا على المسافرين الذين زاروا جنوب أفريقيا أو مروا عبرها في الأيام العشرة الماضية وبهذا باتت الرحلات المباشرة مع هذا البلد الأفريقي ممنوعة دوليا دائما أصدر البيت الأبيض قائمة جديدة تضم 26 شخصا شملهم العفو الرئاسي وثلاثة أشخاص خففت أحكامهم ومن بين الذين شملهم العفو روجر ستون مساعد ترامب السابق وصديقه المقرب وكذلك بول مانافورت الرئيس السابق لحملته الانتخابية وتشار كوشنر والد جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس وكانت ترامب قد أصدر أمس عفوا عن 15 شخصا بينهم مساعدان سابقان له وعضاء جمهوريون سابقون في الكونغرس كما شمل العفو أيضا أربع من حراس شركة بلاكووتر وهم مدانون بقتل أربعة عشر مدنيا في العراق عام سبعة وألفين وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس نواب الأمريكي إن قرار ترامب العفو عن بول مانافورت وروجر ستون لا يخدم العدالة ولا يحقق الرأفة واتهم المشرع الأمريكي الرئيس ترامب بتوزيع مكافآت على المتآمرين معه وبأنه يحصن نفسه من أي تدقيق وتمحيص نختم مشاهدين بالخبر الرياضي فاز فريق الاتحاد البيضاوي على ضيفه إيساي البنيني بربعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس وذلك برسم ذهاب الدوري الثاني وثلاثين من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم وبهذه النتيجة يكون فريق الاتحاد البيضاوي قد خطى خطوة مهمة لتأهل إلى الدور القادم في انتظار لقاء الإياب الذي سيدور بعد أسبوعين في البنين إلى هنا مشاهدين نصل إلى ختام نشرطنا تفاصيل أوفع أخبار العالم تجدونها على موقعنا الإلكترونيكا تحية لكم وإلى الإقرام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر